موسيقى قوة منكو بكثير والقوة الحقيقية هي الحزب الوطني والمتأسلمين واللي هينجح في الحزب الوطني واللي هينجح من اي قوة تانية برضو مش هتبقونتو على فكرة لانكو ضايعين مش انتو اللي كان بيحركوا البلتاجي بصبعه موجودة حلقات العاصمة اسأل كده محمد ابو حامد قال ايه عندي كان بيحرك عمر حمزاو ده بصبعه قول اسمه ايه حباسماوي قول اسمه ايه من شفاك ده واد عنده 28 سنة لسه بالغ اول امبارح فهم ومشافش واحدة ست في حياته ففجأة لا واحدة ست وعمل فيها ان هو يعني شاك او قاعد في بار الفور سيزن يذكر بالليل ويعب مع رواقي شهير يذكر برضو وجايبين شوية نسوان طفش كده يعودوا معهم في البراط طبعا انت هتقول لي ايه بيديك البراط هقولك انا حر اروح زيما انا عايز اروح انا رجل فنان انا مقولش انا سياسي لكن انتو عاديين تذكروا بالليل وتتحكوا عن الناس هما بيتموتوش اللي بيموت الغلابة انتو عايزين تعيشوا في دور السوار الاحرار اللي هتكملوا المشوار والصفصطة والثورة البرشافية وثورة الفرنسية وكلهم بنات تلاهم ستات شكلها وحش وتلاهم عائل شكلها وحش اللي بودنه واللي بمعرفش ايه واللي بايه اللهم اللي شا مات يعني عايز يحقق سياته وبعد كده تحولت الثورة فجأة ايه الى مسألة هيقض على الاغنياء والفلوس وتقسيم الفلوس كل ده طبعا كلام في النهاية كلام بلح هم فاكرين ان انا كده برجع مبارك هم فاكرين كده ان الفلول هيرجع الفلول انا اشرف من اهلك اللي بيتلع يقول كده ده انا راجل شريف راجل نزيه راجل ليه يا انجازات يااخ انا بدفع على اقل كام في السنة ضرائب شركيتي بتعمل ايه اللي انا عملته في قصر السينما ايه مش حاجة اسمها السورة مستمرة امك هي اللي مستمرة لكن السورة مش هتستمر ممكن امك تستمر اكتر من السورة ايه اللي مستمرة خلاص رئيس جي ورئيس منتخب واتغيرت الحكاية وخلصنا هنفضل بعدين في السورة ومجيدة وخديجة وفي ايه في بعضين نشتغل